ترأس معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الجلسة العادية السابعة للمجلس في دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي السادس هذا واستهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق العام لعام 1949 وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على المشروع بقانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموحه وإحالته إلى مجلس الشورى كما ناقش المجلس عددا من الاقتراحات برغبة وعددا من الطلبات التي تقدم بها عدد من النواب اليوم تم الموافقة بأغلبية أعضاء مجلس النواب على المقترح لتم تقديمه والخاص بإلزام الشركات في حال تم تقديمها على المناقصات أن تكون هناك نسبة بحرينة ما يقارب 20% هدف هذا المقترح أن تكون هناك أولوية للمواطن البحريني في شغل هذه الأعمال التعلق بالخدمات وأكيد ستحقق نسبة من الاستقرار وهذه الأهداف باستمرار وبشكل متكرر يتم التوجيه من قبل الحكومة المؤقرة بأن البحريني دائما هو الخيار الأول وخيار الأفضل اليوم في ظل مناقشة مهمة جدا في بالغ الأهمية وهي سياسة الحكومة في حل الازدحامات المرورية والاختناقات المرورية اليوم ازدحامات المرورية تتأثر على الانتاجية تأثر على السياحة تأثر على الاقتصاد فهذه ليش قدمنا هذه المناقشة العامة ونأمل إن شاء الله يكون هناك طرح مفيد في هذه المناقشة وإن شاء الله الردود الحكومية أيضا مفيدة ونرسم يدا بيد مع الحكومة خطة شاملة تشمل جميع جهات الدولة تم مناقشة مقترح إنشاء مجمع طبي للإستشاريين يقوم بتدريب وتوظيف العاطلين من الكوادر الطبية يعني موجود مجمع شامل يشمل جميع الكوادر الطبية هذا يساهم في حل عديد من المشاكل منها قوائم المرضى للحصول على حقهم في العلاج منها أيضا جعل البحرين مثلما أوضحت وجهة سياحية وأيضا القضاء على البطالة